بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياريت زي ما متعودين قبل اي حاجة نصلي على سيدنا النبي في الفيديو زي ان شاء الله هلخصلك فيه اكتر الاسئلة الشائعة عن معاهد المساحة الحكومية في مصر بعد السنوية العامة تمام معهد مساحة تمام ليه شغل تقدر تشتغل بعده وتقدر تكمل هندسة هكلمك بالتفصيل وكل الاسئلة اللي ممكن تسألها واجاباتها في الفيديو ده ان شاء الله يعني ايه معهد مساحة ياريت لو انت مش مشترك في القناة اعمل اشتراك وفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله كل ما تريد معرفته عن معهد المساحة طبعا كلامنا على معاهد المساحة المؤتمدة الحكومية في مصر هنشوف مع بعض يعني ايه معهد فني مساحة و ايه لازم تقول هنقول مع بعض ان المعهد حكومي وتابع لوزارة التعليم العالي هتتخرج منه فني مساحة شغله متوفر في مصر وبرى مصر طب ليه لان باختصار المساحة تعتبر اساس اي بند في اي مشروع تمام يعني عامة المشاريع الهندسية طالما فيه مشروع هندسي سواء مباني او صرف او طرق او كباري اتأكد ان فيه خريج معاهد المساحة شغلين في المشروع ده ومطلوبين طبعا ومهمين جدا وحاجة اساسية في المشروع فبالتالي طول ما فيه مشاريع هندسية طول ما متوفر قدامك شغل بالمعهد تمام وبتبقى فني مساحة المساحة تعتبر اساس اي بند في اي مشروع وكمان المعهد فرصة كويسة جدا لطالب اللي عايز يدخل هندسة لو انت مثلا كنت سنوية ومحصلتش مجموع هندسة لا تقدر تدخل المعهد وتكمل بعد المعهد كلية هندسة تمام وبرضو فيه كليات تاني غير الهندسة زي مثلا ايه تربية عام تربية نوائية تعليم صناعي الكليات التكنولوجية جديدة طبعا ومعاهد عليا بمصروفات يعني فيه هندسة خاص بمصروفات بتتدفع تمام مدة الدراسة في المعهد سنتين مدة الدراسة سنتين تمام المعهد فيه اقسام وتشعيب ولا شعبة عامة سنة اولى شعبة عامة انما تانية بتتخصص سواء بتختار ما بين ري او مساحة عامة تمام يبقى سنة اولى بتدرس شعبة عامة ان المعهد اسمه ري ومساحة وصرف فبالتالي اولى بتدرس شعبة عامة تانية تتخصص بين مساحة وبين ري وصرف تمام ايه نظام المواد وبندرس كام مادة طبعا عندك انت احنا عارفين طبعا احنا عارفين ان السنة فيها ترمين تمام فبالتالي السنتين هيبقوا اربع ترمات كل ترم هتدرس تمن مواد تمام وسنة اولى شعبة عامة كله بيدرس واحد انما سنة تانية عندك هيكون مواد لشعبة الري والصرف ومواد لشعبة المساحة بيختلفوا عن بعض وبيتفقوا في مواد مشتركة معينة تمام يبقى عندك اربع ترمات في السنتين كل ترم فيه تمن مواد تمام هنشوف السؤال هل بحتاج اجيب مجموع معين في السنتين علشان ادخل عشان اقدر ادخل هندسة طبعا في سنة اولى مش بتحتاج تجيب مجموع مجرد نجاح يعني مش مرتبط معاك بمجموع انك تدخل كلية معينة بعد المعهد مجموعك في اولى طبعا لنفسك وحافظ لك لازم برضو تهتم بيه فقط لان انت تهمل اولا تهتم بيه وعلشان تساهل على نفسك في سنة تانية انما تانية لازم تجيب فوق او بتاع 94% فيما فوق من 94% فيما فوق عشان تدخل الهندسة على طول تمام فبالتالي يبقى ايه وطبعا التنصيق ده 94% بتختلف طبعا من سنة لسنة كل سنة لها تنصيقها الخاص بيها على حسب بيكون حزبة كده على حسب نسبة النجاح على مستوى الجمهورية فبيتحدد تنصيق قبول هندسة من المعهد تمام هل بدخل منه على سنة تانية هندسة على طول يعني بتخصص مدني على طول ولا بدخل اولى اعدادي وابدأ زي الطالب اللي هو خري سنوي وداخل على الكلية على طول لا بتدخل اعدادي هندسة اول سنة وبتكمل الخمس سنين عادي تمام انك تدخل على تانية ده اتلغى بيقول لك من 2013 يعني كان في سنة 2013 تدخل متخصص مدني على طول تمام متاخدش سنة يعني تدرس اربع سنين هندسة مش خمسة تمام بدخل منه قسم معين ولا متاح كل الاقسام طبعا زي ما قلتلك طبعا زي ما قلتلك انت بتدخل اعدادي فبالتالي زيك زي خريج السنوي يعني بتدخل اعدادي عامة شعبة عامة وتتخصص في سنة تانية يبقى ايزا قدامك هيكون كل التخصصات تمام يبقى بيكون بتدخل اعدادي زي طالب السنوي وبعدها تتخصص ومتاحة لك كل الاقسام سواء كهرباء او ميكانيكا او مدني او كل الكلام ده طب المعهد بيقبل اي طلبة يقبل طلبة السنوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة بيقبل شعبة علمي من السنوية العامة ومايقبلش ادبي وسنوي صناعي بيقبل اقسام انشاءات معمارية بيقبل من السنوي صناعي اقسام انشاءات معمارية وزغرفة ويقبل طلبة السنوية الازهرية بشرط ايه قضاء سنة في اي كلية بعدها وبعدها يتم التحويل يبقى بيقبل سنوية عامة علمي رياضة او علم علوم ما يقبلش ادب يقبل سنوي صناعي اقسام ايه بشرط انشاءات معمالية وزغرفة يقبل الازهر السنوي ازهري لكن بشرط انك انت تاخد سنة في اي كلية وبعد السنة دي تدخل المعهد وتقدم عادي جدا تمام طيب اسم المعهد في بيان الرغبات بيكون اسمه اي لاني فيه ناس كتير بتطلخبط في الاسم بتاعه وبتقولك انا مش لاجع اسم المعهد في بيان الرغبات كاف ته فني ري ومساح كاف يعني الكلية التكنولوجية ته كلية تكنولوجية كاف الكلية ته تكنولوجية فني ري ومساح بتلاقيه كده مكتوب في بيان الرغبات تمام هل المعهد فيه أعمال سنة؟ أيها طبعا فيه 40% أعمال سنة بالإضافة للعملي مهمة جدا وبتأثر في المجموع بتاعك طبعا ده الكلام للناس اللي هي بتهتم بقصة المجموع وعاوزها تدخل هندسة تمام وبرضو التقدير مهم جدا لك أنت متخري في آخر سنة أو في التراكم عامة فين موجود معهد المساحة الحكومي بالجمهورية عنديك المطارية في القاهرة وأسيوت وجناء ثلاث معاهد حكومية معتمدة تمام؟ فيه قسم في الإسكندرية في معهد فن صناعي بيكون فيه قسم مساحة تمام؟ إنما الأفسين اللي عرفهم معهد مساحة المطارية أسيوت جناء معاهد متخصصة بنفسها للمساحة فقط مساحة قري وصرف المعهد بيقبل من كام؟ ما قدرش أقول لك برضو بيقبل من كام؟ بيختلف من سنة لسنة على حسب التنصيق على مستوى جمهورية مصر تمام؟ للسنوية الأزهرية أو صناعية أو أزهر أو سنوية عامة أو سنوي صناعي تختلف من عام لعام لحسب التنصيق ما قدرش أقول لك نسبة معينة كل سنة وتنصيقها تمام؟ بعد ما بخلص دراسة في المعهد بعمل معادلة أم ادخل هندس على طول؟ طبعا بتدخل على طول بتدخل على طول الهندسة لو جبت المجموع من غير معادلة في حالة أنك تكون حاب جايب مجموعها بتدخل من غير معادلة لكن لو مش جايب مجموعها هتعمل معادلة وتدخل هندسة تمام؟ يبقى المعادلة لو انت مجبتش مجموع انما لو اجيبتنا يموع بسدخل بشكل مباشر المعهد خاص ولا حكومي مصاريفه كاما اكيد طبعا المعهد حكومي مصاريفه بسيطة من 150 الى 200 جنيه وبرضه ممكن كل سنة يحصل فيها جديد انما حكومي فمصاريف بسيطة جدا لو انا خريج جديد طيب خلصت كلية او قدمت في اي حاجة وحابب ارجع اقدم في مساحة تاني تمام ينفع اقدم في المعهد لو انا خريج جديم عدت على شهادة السنوية مدة طويلة طبعا هقولك المعهد لا يقبل من مرة على حصوله على شهادة السنوية العامة او الازهرية او الصناية اكتر من سنتين بدون ان يكون منتسب لكلية او معهد خاص تمام يبقى عدت اكتر من سنتين شهادة السنوية بتاعتك عد عليها اكتر من سنتين وانت ما كنتش في كلية او في معهد خاص طبعا مش هينفع المعهد يقبلك لانك انت ما قدمتش على اي حاجة لمدة سنتين او اكتر طيب انا بعد ما اتخرج من المعهد هتطلع الشهادة حاصل على ايه وايه المسمى الوظيفي للمعهد الدرجة اللي يمنحها التي يمنحها المعهد دبلوم فني فوق المتوسط المسمى الوظيفي لخريج المعهد وفني مساحة بين قزين مساح عام او مساحة تمام ده ملخص الاسئلة الشائعة او الاسئلة الدارجة عن معاهد المساحة بعد السنوية العامة كده الفيديو بتاعنا يكون انتهت من الفيديو قناة بعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته